أنا قلت أيضا نرجع عن نفس النقطة أنه لا حاجة لنا للنقاش الموضوع القضية العلاقة بفوائدها الواقعية أنت عندما تلتزم بالرمضان وعندما تصوم هذا ينطي إشارة إلى القوى المهيمة عليك وعلى الجميع أن هذا الشخص مطيع ويستجيب لنا ولنا أن نفعل به ما نشعب هذه هي القضية حقيقة أنت استسلمت وأتحولت إلى جندي في حضيرة الدين حضيرة الحاكم وأصبحت طوع بنانه وكل من يرفض هذا الشيء هو يعتبر بحكم المتمرد والكافر أو الخائن أو أي تسمية كانت المهم هو يؤزل ويصبح يعني توضع عليه علامة تمرد فبالتالي هي لا تناقشني الموضوع ما هو التمرد التمرد افطار علني ربما تسريحة شعر ما لها علاقة الموضوع مو هذا الموضوع هو فرض السلطة فعلينا أن ننظر إلى جوهر الموضوع وليس شكله الشكل الخارجي ربما أمرأة لم ترتدي الحجاب بشكل جيد ربما لم ترتدي النقاب وهكذا ربما الشخص طلع ناسي قميصة هذا التمرد فأشكال التمرد تتنوع أو تتغير حسب الظرف ولكن الهدف دائما راقبوا الهدف الهدف العميق وليس الهدف المباشر الهدف العميق جدا ستعرفون من المستفيد ابحث عن المستفيد ستعرف الحقيقة لا تبحث في بطن التاريخ ابحث عن المستفيد ومن الذي يسرق أموالك من الذي يوظفك ويدمر حياتك ويدمر شخصيتك ومن الذي يجعلك عبدا مطيعا له وتابعا دليلا تنصت لكل ما يقولون ولا حق لك حتى بالنقاش ولا حق لك سوى أن تتبع وتحسن تبعيتك لاحظوا القضية انتبهوا لهذا الموضوع ولا تتحولون إلى كلاب كلاب أليفة أليفة أو كلاب متوحشة حسب طلب سيد القطيع هو عودة لناتك من السؤال لصديق عزت قال هل سينهار الدين ويتفكك تتفكك أركانه إذا أفطر هذا الصائم طبعا جوابي صحيح فعلا سينهار الدين هذا كلام صحيح فعلا تتفكك أركان الدين لخروج أمرأة غير محجبة تتفكك أركان الدين لأن هناك من يفطر علىه لأن هذا علامة تمرد ما هي علامة تمرد يتبدأ من أبسط الأشياء بحال سبب شوفوا أنه لا يغيرون أي شيء في الدين هو يأرفون بمليون خطأ وكل أخطأ هو أصلا مصمم حتى يكون خطأ لأن عندما يكون خطأ وأنت لا ترى الخطأ عند ذلك يعرفون بأنك أصبحت مطيعا وفاقدا لقدرتك على التفكير وعلى عقلنا في العالم لا ترى بطريقة عقلانية صحيحة ترى المظهر ترى شخص مفطر لا ترى أكثر من هذا هذا مفطر تقول لا لا يجوز لا يجوز مفطر نحن نحن جميع الصيام وتبحث عن عذاب لكنك لا ترى ما وراء المشهد عند ذلك يقول لك أنا لقد حسن إسلامه لقد حسن تبعيته عليك أن تفكر وتعرف أن هذا الإطار الذي يوضع على عينك والذي بدأته من خلاله تصنف الناس بين مفطر وغير مفطر بين من يصلي ومن لا يصلي عليك أن لا ترى هذا المشهد وهذه الصورة الخلاصة بين هذا مسلم جيد وهذا مسلم غير جيد هذا مسيحي وهذا يهودي وهذا من جهة كذا وهذا من جهة كذا عندما تبدأ تفرز الأمور بهذه الطريقة قل أنت أنك أصبحت كلبا مطيعا مطيعا أو كلبا شرسا لصالح أحدهم هذه هي الحقيقة التي يجب أن تنتبه لها لا تتحول نفسك إلى كلب حراسة أو كلب مطيع ينتظر رحمة سيده وشيخه أو إمامه أو إمام زمانه فعليك أن لا تقبل أن تجعل من هذه الروح العظيمة التي وهبت لك وأن تجعل منها أضحوك يضحك عليها شيخ متخلف أو سياسي أرعن أو سياسي وصولي بشأ يحاول استغلالك وبيعك وشرائك في صفقاته التي لا يعرف أحد حقيقتها عليك أن لا تتحول إلى كلب وهذه هي دعوتي لجميع لا تصدق أي شيء فليتحدد المقدسات أصلا وضعت حتى يجعلوك تصدق ويضحك عليك حتى يجري تقفيص عليك بالعراق يسميه تقفيص يضعوك في قفص أنت أخرج من القفص لا تضع نفسك داخل القفص لا تجعلهم يقفصون عليك لا تجعل نفسك داخل قفص افتح القفص كلها أي شيء تشعر أنه هذا يحد من حركتك يحد من فكرك يحد من عقلك عليك أن ترفضه قطعياً مهما كانت التبيرات لو نزل الملاك نفسه جبريل وقال لك هذا صحيح لا تصدق به لأنه ليست هذه مهمتها مهمتك أن تحافظ على ذاتك على روحك على أصالتك الأصالة الحقيقية ليست في الماضي وليست في النصوص وليست في الأصولية وليست في البحث عن حقيقة خارجية لا الأصالة والحقيقة والسلفية الحقيقية هي سلفيتك أنتك أنت تعود إلى سلفية نفسك ماذا تريد هذه النفس كيف تفهمها كيف تؤصلها داخل هذا العالم أنت تأصيل نفسك وليس شخص يجب أن يبحث أن تأصيل له في الخارج أو في الماضي أو في الدين أو في الناس أو في الفرائض الدينية أو الفرائض القانونية لا هذه كلها أشكال ممكن تمارسها لكن أجب أن تضع مسافة بينك وبينها لا بأس الحياة ليست في السهولة التي نأمل أن تكون عليه لكن أنا أقبل هناك دين لا بأس دائما هناك السلطة سلطة دين إسلامي سلطة رجل مسيحي منطقة مسيحية منطقة كن معاهم ما في مشكلة سلطة سلطة سياسية سلطة ديكتاتورية سلطة مستبدة أشكال لا أول لها ولاها سلطة مديرك بالعمل سلطة بحث عن الخبز السلطات لا تنتهي لا تنتهي أشكالها تتنوع وتتغير آلاف الأشكال أقوى أقوى هذه الأشكال هو الشكل المقدس الديني وهي كلها هدفها تدميرك وسحكك واستغلالك وتحويلك إلى قطعة في جهاز جبار اسم دولة أو اسم دين أو اسم مذهب أو اسم مؤسسة أو معمل أو مصنع أو مدرسة أو أي شيء لا تحول نفسك إلى عتلة ضمن الآخرين كن عتلة إذا لو تطلب العمر ضمن الدين قل أنا مسلم مئة بالمئة يعني آخر حلاوة لكن عليك أن لا تسمح لأحد أن يضحك عليك ويجعل تصدق اللعبة اللعبة أنت عليك أن تفهمها وبعد ذلك افعل ما تشاء لكن كن أنت ما أنت عليه ضع مسافة بينك وبين كل شيء آخر ولا تدع أي شيء يدخل عليك وإذا كان هناك شيء داخلك ليس لك وتشعر أنه غريب عليك أو مفروض عليك يجب أن تتخلص منه كما تتخلص من النباتات الضارة داخل روحك ونفسك هذا النفس العظيمة التي منحت لك مرة واحدة عليك أن تحافظ عليها ولا تقول أنها النفس أمارة بالسوء لا كل يأتي داخل هذا النفس وهو الأمار بالسوء نفسك هي النفس الأصيرة الحقيقية الوحيدة التي ليس لديك سواء وإن حاولت أن أن تقول بأن هذا النفس لئيمة ولا يمكن أن نعتمد عليها فستعاقبك هذه النفس ستعاقبك وستعرف كيف تنفذ إرادتها بحقك وعند ذلك ستشهد صراعا كبيرا بينك وبين المحيط الخارجي المحيط الذي الذي يجعلك تؤمن بأشياء هي ليست جزءا منك وليست ليست ضمن حاجاتك الأساسية إنما حاجات القطيع وحاجات الجماعة لا بأس كن مع الجماعة لكن عليك أن تحافظ على ذاتك وعلى روحك سليمة قدر المستطاع طبعا هاي الحلم مستحيل لأنسان هو وجهه وجه الفردي ووجه الجماعة لكن عليك أن تعرف هذين الوجهين وتعرف التفرق بينهما وتعرف كيف تتخلص من آثار الجماعة عليك والتفكير القطيعي فعليه إن إنسان بسيط يفطر أو معامل هذا اللي طلعت في الحلقة الأولى عن الإفطار العلني قلت بي هل إن الإفطار العلني هو جريمة لا هو جريمة فعلا لأنه راح يهدم الدين هدم سلطة هؤلاء سلطة هؤلاء يقول هو الصديقي عزتي يقول هل إن الدين بهذه الشاشة طبعا هو بهذه الشاشة هو أصلا تم تكوينها ليكون هشا ولا يمكن أن يصمد أمام أي حجة واللعبة تكمل بعد ذلك أن يقول لك لا هذه الشاشة هي كاملة المنطق وفيها كل شيء صحيح ولا يطولها الباطل لا من قدام ولا من خلاف عندما ترفضه تقول لا يا أخوان هذا الإمبراطور عاري يقول لك لا هذا الإمبراطور لابس أحدث الملابس وأروحها وأوضلها بالتاريخ كله بالكون يعني أجوبه مؤجزة كما يقول لك مؤجزة القرآن وما لذلك مؤجزات اشبع مؤجزات لكن هو عاري كل ما تستمر في رؤية هذا المشهد وبعد ذلك تصدق تبطر للتصديق لأنه لا يقول لك أنه هذا الإمبراطور عاري يلبس ملابس فقط إنما يرفع على رأسك الهراوة وبعد ذلك مرة مرتين تيجي ضربات على رأسك أكثر من مرة بعد ذلك تقتنع بأنه يعني الإمبراطور غير عاري أو الدين غير عاري هو هش تماما فبالتالي في تلك اللحظة هاي الهشاشة تتحول إلى وسيلة إلى هراوة حقيقية تصوتك وتسيطر عليك وتهشم كل شيء غير هش في داخلك هاي الهشاشة نفسها فيها الدين أو المعتقد هي نفسها التي تستولي على روحك المتينة الصلبة الحقيقية وتنخرها وتحولها إلى هي بدورها إلى شيء هش بحيث تصبح أقل هشاشة من هشاشة المعتقد الذي هو يصبح سميك جدا أمامك تشعر بأنه هو متكامل كامل المطلق تماما ولا حياته لك بدونه لماذا؟ لأنك أصبحت هش بحيث ترى كل شيء أفضل منك دمرت شخصتك فتتتهن بالكامل فبالتالي أنت تصبح من الهشاشة بحيث ترى هذا المؤتقد لم يتركوا شيئا لك فيصبح هذا الشيء الوحيد القشة التي هي بحجم قشة تتمسك بها باعتبارها المقدر الوحيد وحتى تضحي بنفسك من أجلها لأنك دمرت كل شيء أو اجبرت على تدمير كل شيء بالضبط شخص مزجون يتعرض لعقوبات يوميا يوميا بعد ذلك يختنع ومع الوقت بالبداية يتمرد بعد ذلك يتمرد صامتا يتمرد علنا بالبداية وبعد ذلك يتمرد صامتا وأيضا يعاقب وبعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا يصير عند حالة متلازمة ستوكهورم ومتلازمة ستوكهورم تتحول إلى إيمان مطلق وعندما تروح بالإيمان المطلق الأكثر يتحول هذا الذي يصوتك إلى إله تحبه تحبه وتشعر بأنه تتحول له متصوف فهي هاي فكرة التصوف أقصى العبودية وأقصى إلغاء للذات والنفس ويسمونه تجلي يعني فترة من عشر عشر سنة فترة صارت موجة عن عظمة المتصوف وما إلى ذلك كلها أكاذيب وياريت هاي الأكاذيب هاي الأكاذيب هم مقتنعين بها الرجال الدين والرجال السلطة والتحالف الفاشيست الديني ياريت مقتنعين بها لا قالت هذا التصوف كفر هو ميريد ميريد أي شيء يعني ميريد أنه ترجع إلى ذاتك حتى عندما ذاتك تكون مهشمة على الطريقة الصوفية وتشعر بالفناء في ذات الله قالك لا هذا ما تفيد نيان لأن ترح تفنى أنا شو حصلنا عندك أنا ريدة حولك إلى عبد حولك إلى طلي إلى نعجه إلى مأزه واستعملها في حاجاتي أنت تروح تصدق باللعبة هي أنا أضحك عليك إنت بعد ذلك تصدق باللعبة بعد ذلك أنا شو نحصل يعني لا هو يقبل إنسان يكون سليم معافى لديه شخصيته المتفردة ولا هو يقبل شخص تخلى عن شخصيته تماما وراح يفنى في حب الله وتصعد أدى التجليات على طريقة ابن عربي لا هو يقولك هلا مالي يعني إذا كسير عبد عبد صالح هذه الثلاثية الحادة فصلتها في حلقتي عن الإيمان فالصديق عزة يقول يقول إن هذا اعتداء صارخ على حرية الإنسان في مأكله ومشربه ويتساءل بعد ذلك لا يعني هذا أن الدين يقدم نفسه في أبشع الصورة وهي اغتيال الحريات تحت مظلة الإله أنا أقول لها صديقي نعم الدين هو الذي يريد أن يقدم نفسه بأبشع الصورة بالعكس الدين هو هدف أن يقدم نفسه في أبشع الصورة إنه واحدة من وظائف الدين أن يقدم نفسه بأبشع الصورة يعني هل هناك صورة أبشع من الصورة التي يصف بها الجحيم التوراة الإنجيل التي يصف بها الجحيم والناس الذين يأكلوا فيهم الجثة التي تأكلها الدود. وايضا الجحيم الاسلامي. اه من الخرطوم ويعذبون. وهي الصور الجحيم خمسمائة آية كافية. يعني ما يهتادوا. لاني ما لغيها من دماغي. لاني ما لذكرها. هل هناك ابشعة من صورة الرجال الديني الكذابين الذين يظهرون على المنابر. ويكذب اليوم كذا وبعد ذلك يأتي ها انا كنا الغلطان اشتهدته فاخطأته. وعندما يصلح الكذبة يصلحها بكذبة اكبر. وهكذا اللعبة مستمرة تقفيص مستمر على الناس. وضحك على الذقون. لا اول له ولا اخر. لكن الناس بسبب التكرار المستمر راح تصدق. وراحت يعني مساكين بصراحة. يعني ايضا المالو من الناس. الناس كنون ضحايا. حتى هذا المتعصف الذي يطيل لسانه علي انا اشفق عليها بصراحة. هو طبعا هو ايضا عندما يقول انا اشفق عليك. هو ما يعرفه باي مآل وضع نفسه. وباي وضع هش هو فيه. هو مجرد يكرر يكرر كلام الذي يسمعه يوميا ليلة نهار من خلال مليون وسيل اتصال. يدفعون المليارات. يأخرون من الناس مئات المليارات ويصرفون مليار على وسائل الاعلام. والفضائيات التي لا اول لها ولا اخر. واما نحن نحن اولاد البطة العرزة لا احد لا احد يسمع لنا الا ما رحمه ربي من اصدقاء خلص وهؤلاء الذين هم الذين نعتمد عليهم في بناء مستقبلنا. ودائما كان كان هذه الكوكبة الحقيقية التي لديها روح اصيلة لا يمكن لأحد ان يكسرها. هذه الكوكبة ستبقى هي دائما بيضة القبان في المجامعة البشرية. دائما هؤلاء ينقضون المجتمعات في من رغبة القادة القطيع والمتحالفين القتلة واللصوص والجهلة ضد مصالح الجماعة البشرية. العلماء الآن خلال اربعمائة سنة نشوفوا العلم نشون نغير الحياة باكملها. استطاعوا هؤلاء ان يكشفون الحقيقة ومع هذا شوف هؤلاء اللسانهم طويل والكذب مستمر والسعار الديني مستمر بشكل لا يوصف واتوقع يكون الاسوأ خلال خمس سنوات الاخيرة. وانا افضل ان يكون الاسوأ خلال سنتين. يعني افضل بكرة يقولون الذي لا يذهب الى المسجد يصلي يوميا هذا يستتاب ثم ويقتل على اه حتى قول الشي 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 الشعراوي. انا اتمنى لان هذا راح يعجل بهؤلاء الى النهاية. اتمنى هالسعار الديني يتصاعد داخلهم. طبعا على حساب الناس يعني شي سوي. هو هذا الناس اللي على ثمن لابد من دفع ثمن. اه فخلي سعارهم الديني يزداد. حتى تزداد هاي هاي النشوة اللي بداخلهم نشوة الانتصار. كل ما ارتفع كل ما يكبر حجم الوهم. يعني يصعد الى السماء. واحدة ينفجر في لحظة معينة. كل ما كبر هذا البالون المزيف الذي يصنعه الذي اسمه الدين. الشعر. هذا كل ما كبر هذا البالون ما لو ازداد انتفاخا وجبروتا واعتزازا بنفسه وبقدراته وعلى على الدجل وعلى الكذب وعلى الغش وعلى الانتهاك كرامات. كل ما ازدادت فرصة انفجاره. ولكن مع الاسب سيكون انفجار هائل. ثمنة يدفع ثمنة الناس كثيرون. لكن لا يصحوا الا صحيح. في النهاية. وعليه عندما يقول الصديق ازداد انه هناك حقوق الانسان فهذا كلمة تبشر بخير ان حقوق الانسان اصبحت وحرياته اصبحت الان جزء اساسي من ذهن الناس. لكن هذا جزء جرت يجري يوميا تشويه بحجة ان الحرية لعلاقة بالانحلال الخلقي بالاباحة الجنسية بنكح الامهات والاخوات والمحرمات. لا هذه الان بدأت الصورة تتضح والناس بدأت تكتشف الحقيقة. لكن الخوف بعد موجود يحتاج فقط دفعات صغيرة خلال سنة سنتين او ثلاثة او خمسة وتبدأ الحقائق تتكشف ويبدأ الناس في حساب عسير عسير وشديد صدقوني لكل هؤلاء. ولا يعني هؤلاء الرجال الدين حتى الرجال بعض العلمانيين المتعصبين حتى الماركسيين المتعصبين رأسمانيين المتعصبين. الجميع بكل الاشكال والوان لديهم تعصبهم وهؤلاء جميعا سيفهمون ما يحدث. او سيدفعون ثمن مواقفهم العاطفية المتعصبة. طبعا نختم بتعليق لصديقة فريدة حمادو تقول انه اعتقد في كل واحد من هؤلاء العلماء المزعومين. فسر الدين حسب مرضه النفسي. ولهذا خرجوا بعجائبة لا تعد ودمروا حياتنا. كلما قالوه ما هو الا هوس وجنون العظمة. شكرا بزاف استاذي اراء منصور. شكرا جزيلا صديقتي العزيزة فريدة. الانسان الرائعة لديها اراء ومواقف ممتازة جدا وتضيف لي الكثير في اه يعني اتهى امق فكري هائل بصراحة. الصديق اه مصطفى يقول فقرنا كاف لكبح الشهوات. لا حاجة لنا برمضان. طبعا هي جزء من اللعبة انه الرمضان اللي انه صبر على الفقير. ومشاركة الفقير في فقره وجوه. وهي يعني واحدة من العلاعيب التي التقال والتي اصبحت جزء من اللاوعية الجمعية. وهي مزيفة عصلا يكون مزيفة. اختم بنهائي الصوم يقول صديقي يقول الصوم عكس الفطرة الانسانية. مع هذا يقولون انهم يتبعون دين الفطرة. هذا هذا طبعا هي واحدة من الاشياء التناقضات العجيبة. التي هي جزء من الله. حتى التناقضات داخل الدين هي جزء من الله. الدين اللي ما فيه تناقضات لا قد انها لهشاشة الدين هي هشاشة هي هي نقطة القوة في الدين. انه هش. هش وممكن تدميرها في اي شكل لهاي سبب تجد العنف في استشرف الدين. لانه كما قلت ان العنف هو هو اصل الدين او هو الدين ظهر لكي ينظم عملية العنف. وليس العكس. فاصل على الاطالة. واتمنى اسمع اراءكم بصدق. واتمنى ان يعني مشاركة الفيديو. لان كثير من الناس يقولون لماذا لا تصرف هذا الشيء لانه الفيديوهات اللي تنشرها ما توصل لنا. والكثيرون يقولون انه لابد ان تذكر هذه الفقرة. وانا ما احبها بصراحة. يعني ما يعني ان اطلب المشاركة وضغط اللايك وما الى ذلك. بس هي الان اصبحت كما يبدو الها علاقة بوصولها على الأقل للاصدقاء والناس الذين يهمني ان يصل لهم الفيديو. مع سلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة